السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحوالكم طيبة فيديو جديد ووصفة جديدة ودائما مع الوصفات السهلة والمجربة والناجحة واللي كتكون كنكون جربتها وعجباتني وكتبقى الأضواق كتختلف ولكن هاد الحلواء هادي كتجي رائعة جدا كيجي فيها وحد الماضاق منعوتش لكم الماضاق ديال الكوكوس ميدا والماضاق ديال النكهة ديال الحامض فأكيد ليسمع هاد الماضاقات هاد نكهات هادو مع بعضياتهم فأكيد غديعرف بلي الماضاق ديالها كيجي روعة بزف بزف لما تبقى مع الدبا معها راسك تشق ليك طيب ها طياب عادي وحضري ها لدوازاتي هاد الحلواء هادي أنا دائما يعني كنسمي ها لدوازاتي لأنني كنطيبها بطريقة عادية مشي كيف الطريقة ديال الغريبة ديال الكوكوس ميدا اهنا غدي ناخد ثلاثة ديال البيضات اللي كيكونوا بالحجم متوسط وبدرجة حرارة المطبخ ضروري يكونوا بدرجة حرارة المطبخ اه كنقولها وكنعاودها في بزف دياللي فيديو ديالي باش اه كتنجح لكم الوصفة قاع المكونات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ عندي هنا كاس دي سكر سانيدة بالنسبة الحلاوة كتبقى على حسب الضوق ولكن هاد المقادر اللي غدي نعطيكم مضبوطة مية في المية عندي هنا رشة ديال الملحة كيف كان عارفو الملحة تخرج لنا داع نكهات ديال المكونات ديالنا غدي نخلط هنا البيض مع الثاني دم زيان حتى كيدوب لي يادك سكر مع البيض هو الول ومن بعد غدي نبدأ نضيف بالنسبة لإضافات الأخرى فغدي نضيف كاس ديال الزيت ليكون عامر بالنسبة لهاد القياسات هادول اللي كنعطيكم رهم مضبوطين مية في المية وكيخرجوا لكم كمية لا بأسة بها يعني ماشي كتير وماشي قليلة وفي الأساس راه هاد الحلوة هده ما كتبغيش تبقى بزاف ديال المدة مطولة هنا غدي نضير 3 ديال معالك ضارين ديال المربا بالنسبة للمربا عنده هنا داك المربا الجاري اللي عندكم ديال الماكلة ماشي مشكل فحال فحال غدي نضيف هنا نكهة ديال الحامض الكمية كتبقى اختيارية بغيتوا جي يعني عاطية بزاف انكها ديروا العلبة كاملة بغيتوا جي غير فحالي يعني عاطية لنكهة ديال الحامض ولكن ماشي مركزة بزاف فادروا هاد القياس هادا غدي نخلط مزيال المكونات مع بعضهم انا هنستعملت غير الفوي عادي لان ما كينش الزبدة باش كتخدمها مع السكر الفوي راح قادي الغارات غدي ناخد هنا الكوك بالنسبة للكوك عندي ميتين وخمسين جرام ديال الكوك الكوك عندي هنا من نوعية جيدة كيف كتشوفو مني كتحكوه بالإيد ديالكم كيطلق لكم الزيت وكيكون في الحجم دياله كبير شوية ماشي فحل دك الكوك العادي لي كيكون رقيق وكيكون ناشف هادا كراه كيكون مستخرجين منه الزيت ما كتجيكمش الحلوة ديالكم معلكة والمدق ديالها زوين كتجي ناشفة شوية وكتجي فحليلة ناتلة يعني ضروري الكوك يكون من نوعية جيدة ولو اننا احنا هاد الغريبة هادي ما بغينها لا تشقلينا ولا حتى شي حاجة ضروري يكون الكوك زوين باش كيعطيكم دك دك تعليكة وسط الحلوة ديالكم هاد الحلوة هادي كتجي غزالة بزاف غير جربوها ما غادنش تندمو عليها وساهلة في تحضير ديالها من بعد ما كندير الكوك كنحاول ندمجه مع المكونات هو الاول وغادي نبدأ كنضيف سميدة حتى كيتجمع لي الخالط يعني ما كيبقاش مرخوف بزاف وما كيتقالش بزاف هنا اخذت لي ميتين وخمسين جرام ديال سميدة رقيق يعني عندي هاد المكونات كاملة اللي ذكرت معاكم في الاول اخذت لي معاها ميتين وخمسين جرام ديال الكوك معا ميتين وخمسين جرام ديال السميدة وكيبقى دائما لقياس على حسب السميدة واشتربات بزاف وعلى حسب الكوك واشترب بزاف يعني دائما انتوما ديروا عينكم ميزانكم وانتوما كتخلطوا حاولوا دلكو العجينة ديالكم باش كيطلق لكم هادك الكوك كيطلق لكم زيت دياله كيزيد يعاون باش العجينة تهزليكم يعني كمية اكتر ديل السميدة هنا في الاخير غادي ندير جوج ديال الاكياس ديال الخميرات الحلويات غاضي نضيفهم حتى الاخير منديرهمش في الاول خليهم حتى الاخير غاضين جمع العجينة ديالي ونخليها كترتاح لي وحد العشرة ديال�قائق هنا من بعد ما رتحت لي عشرة ديالدقائق غاضين نجي باش نشكلها كويرات عندي هنا سكر غلاسي البنسبة السكر غلاسي عندي هنا سكر غلاسي العادي ما شي داروري يكون عندكم سكر غلاسي سبيسيال خداو غير السكر غلاسي العادي وغرب له باش وج travail في دكتاك التولات وخدموه به عادي جدا يعني ماشي ماشي ضروري يكون سبيسيال هنا غادي نبدأ كنشكل الكويرات بالنسبة للحجم يكون اختياري كل واحده كيفاش كيبغي الحجم ديال الحلوى دياله يجي بالنسبة لي انا إلا كنت غادي ندير هالدواز اتاي غادي ندير الحجم يكون صغير شوية إلا كنت بغى هالشي مناسبة ولا مثلا بغى نديها عند شي حد فضروري كندير الحجم لي كيكون كبير شوية لأنني كتعجبني الحلوى اللي كيكون شكل ديالها كبير خصوصا الغريبات اللي كيجيهم شقين فالشكل اللي كيكون كبير كيجي يحسن من الشكل اللي كيكون صغير غادي نحاول نشكل القياس اللي عمر لي اللاطة كاملة باش ما نبقاش كنعمار سكر غلاسي ونعاود رجع للعجينة يعني غا نشكل القياس اللي غادي عمر لي اللاطة ومن بعد غادي نفندهم في سكر غلاسي وغادي نزينهم بوحد اللوزة انا اختاريت هنا نزينهم بغايتوا تخليهم غير هاك كاك عاديين ممكن يعني ما كين حتى شي اشكال في هاد الاثناء هادي كنكون شاعلة الفران ديالي اه كنشعلو على درجة حرارة متوسطة ما تكونش طالعة بزيف وما تكونش ناقصة كنشعلو من الفوق ومن تحت وكنخليه مشعول باش كيستخليه من بعد ما كنسالي هذه الكمية كاملة اللي عندي كندخلها الفران وكنخليه مشعول من الفوق ومن تحت كندخل الزنقة نديرها الوسط وكنخليه كي طيب يعني كي طيب ليا الحلوة كاملة من الفوق ومن تحت قد قد كنخليها من عشرة دقائق حتى الخمسة عشر دقائقة وكنخرجها ما تخليوهاش كالطيب بزيف حتى تكرم لكم في الفران لانها غادي جي ناشفة وناتلة من عشرة دقائق حتى الخمسة عشر دقائقة وخرجوا الحلوة ديالكم وخليوه حتى تبرد عد حيدوها من الصينية لانها كتكون مازال مقطات راسها مزيان الى هزيتوها غادي تبدأ كتفرتك ليكم كيكون الشكل النهائي ديالة زوين بزيف ولو انها حلوة اللي بسيطة وحلوة اللي عادية ممكن اي واحد يقدر يوجدها ولكن كتجي غزالة بزيف خصوصا المضاق ديالة كيجي روعة غادي نتشوفوا معايا الشكل النهائي ديالها هذا هو الشكل النهائي ديالها كتجي بوعرة بزيف بالنسبة لتحمار ما تخليوهاش تحمر بزيف ما تخليوهاش بزيف ديال الوقت في الفران باش كتجيكم معلكا انا غادي نقسم معاكم شي وحدة باش كتشوفوا كيفاش كتجي من الداخل كتجي رائعة جدا وبالنسبة لهاد الحلوة هادي ما كتبغيش تطول عندكم في الدار مثلا لماكسيموم ما خاصش تفوت عندكم 8 يام حتى العشر يام لانها كتبقى غادة وكتنشف غادة وكتنشف حتى كتولي ناتلة من الاحسن ديرو غير القياس اللي غادي نتاكلوه في المدة اللي تكون قصيرة كان هادا هو الفيديو ديال اليومة نتمنى نكون نفيدكم بالتفاصيل الصغيرة والنصائح اللي كنشاركة معاكم من التجربة ديالي البسيطة ما تنسونيش من الدعم ديالكم اللي مازال ما اشترك في القناة يشترك في القناة وخليولي يا لايك وبارتاجي والفيديو خليت لكم الراحة وخليتكم على خير